بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر هل يجوز تكفير تارك الصلاة؟ أمي بتقول تارك الصلاة كافر وأنا أصلي ولكن أعترض معها في الرأي وأقول أن تارك الصلاة مسلم وليس بكافر طبعاً ولا حضرتك ولا أنا ولا الولدة الغالية نتكلم في الحتة دي اللي يتكلم في الحتة دي أئمة هم اللي يقولوا إيه الفعل اللي يعمله فلان يبقى كافر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر جماهير الفقهاء قالوا ليس المقصود هنا الكفر اللي هو عكس الإسلام إنما المقصود هنا الكفر العكس الشكر لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد فليس كفرا يخرج من الملة لو هو مأثر في الصلاة أو ما بيصليش أم المتى يكفر الإنسان يخرج من الملة لو قال ما فيش حاجة اسمها صلاة ايه ربنا شفت الكلام ده ايه ربنا اللي بيقول نعمل كده ومش عارف ايه بلا صالة ولا بتاع ده بينكر صريح القرآن أقيموا الصلاة توقيته الزكاة يقيمون الصلاة اقيموا الصلاة ايه ده ده ربنا بيقول صلي ولا يقول لا ما فيش حاجة اسمها صلاة هنا أنكر القرآن فاللي بينكر وجود الصلاة ده موضوع تاني وبرضو مسألة التكفيد بتاعة القاضي بتاعة العلماء مش احنا وإحنا عايزين في بيوتنا لكن لو واحد ما أثر في الصلاة لا يا فانت نراجع كده أقوال الأئمة الأربع لا هو مش كافر يا فانت مش كافر إنما بيعمل كبيرا من أكبر الكبائر عند الله لكن لا يقال عليه كافر أبدا ولكلمة الكفر استخدمت كثيرا في القرآن والسنة مش بمعنى الكفر اللي بيطلع بره الإسلام إنما بمعنى ذنب كبير في عدم شكر لنعمة ربنا أنه اخترنا مسلمين لكنه مسلم موحد ينفع يتجوز واحدة مسلمة ينفع يورث لو حد مات لأن لا يتورث أصحاب دينان لكن هو مسلم لما يموت الدفع في مقابر المسلمين طبعا ده كلام الأئمة ترجمة نانسي قنقر